لا أجرى نبغي لا وساما لا صدا هي خطوة هي خبرة ورفاق وصافة تطوى وعيسا هو وسيلة ولأزله عزم لنا دفاق السلام عليكم ورحمة الله النهاردة ان شاء الله لنا حضرة الخمسة هنبقى بحاجة اسمها الافعال متقبل نبتدي بالافعال في ناس ما ابتدتش معنا من الاول وهنا نتكلم في حاجة عامة النهاردة وان احنا ازاي نبدأ بالفعل او لو بتدينا اصلا بالفعل هنجاوب ازاي حاجة مش صعبة خالب وان شاء الله نكتوب حاجة هقدر ان هو يكمل معنا ويشوف الفيديو على النقل وهيقدر ان هو يتواصل معنا نهاردة من حجرة مش صعبة خالص وهي في قليلة جدا هو بتكلم عن انما لو ابتديت الجملة او السؤال بالفعل خلنا المراطة اللي فايتت الجملة اصلا بتتركب ازاي يعني الفعل ان الجملة عندي تتكاول بالفعل ومفاول وليكن مثلا لو نبص يعني انا برجع مراجع تريع كده عشان اللي ما حضرش معنا او اللي حضروا يتذكر لو نبص هنا ايه كومت اوس اليكس نخلع المال ايه ايه كومت اوس اليكس دي جملة خبرية عادية جدا ولا سؤال ولا استفهم ولا جملة تعجب ولا اي حين جملة عادية جدا ايه 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 ام حضرة جرمان اوكي ايه ايه هو اوس من الاسكندرية ده هو الجاي من اسكندرية دي كده جملة خبرية عادية جدا طيب عادينا نجيبها سؤال هو عادة نجيبني السؤال ويقول لي جاوب القرارات اللي فاتت خدنا السؤال انها ممكن نجيب اداة استفهام يعني من اين يأتي هو ونجاوب هو يأتي من الاسكندرية ده كده فات سؤال نهذا ناخد السيارة التانية اللي هي بنعم او لا لو السؤال بالعربي هل بالعربي خالص لما بجاوب بهل لما بسأل بهل بتبقى الاجابة بنعم او لا نفس القصة في الالماني كمت ايه اوس اليكس لسؤال كمت ايه اوس اليكس تديد بالفعب تديد بالفعل بعد كده الفعال رقم اثنين بعد كده بقيت الجملة ايه انا علشان اول نشوف الفعال اول نشوف الفعال اول نشوف الفعال رقم واحد في الجملة اعرف ان ده سؤال ولازم ايجاوب عنه بنعم او لا نعم او لا تاني اول ملائي السؤال عندي في الجملة يبقى اول ملائي اول ملائي رقم واحد في الجملة ايه بقى هجاوب بعامل للاجابة يا اورا نعم بنا عندي كده ان الفعل بيبتدي او السؤال بيبتدي في الجملة بالفعل ايجاوب عربي هل وهل في العربي عليه بنعم او لا نجي نص على السؤال كمت ايه اوس اليكس يأتي هو من الاسكندرية هقول نعم يا ايه كمت اوس اليكس هو يأتي من الاسكندرية. طيب لو عايزة انقي بقى الجملة اللي هو اللي هو الاختماعية التانية اللي هو الاحتمالية او الامكانية التانية. تبقى نعين نعين ايه قمت نحت او اليكس. هو مش جاي من اسكندرية. مش دي او رأي مش جاي من اسكندرية. جاي من حيث تانية معناها نحت. نحت. يبقى نقع ايه قمت نحت او اليكس. نقع ايه قمت نحت او اليكس. الهم لك ده خلصت. انا عندي امكانياتين. يا او دا نعين. يا لو عايزة اثبت الاجابة او بجاوب اجابة مسبتة. يا ايه قمت او اليكس بعمل معاص. عادي جيبني المدينة. ايه الاول بعد كده خلصت اثنين. بعد كده او اليكس. اوكي? بالنسبة لبقى نعين بحط معاها اداة نفي. يعني ايه قمت نحت او اليكس هو مش جاي من اليكس. ايه صحة جدا. لكن انا عندي ايه قمت او اس لوكسو. لكن هو جاي من لوكسو. مش جاي من ايه بس جاي من لوكسو. نشوف الفاشبيل الثاني. الفاشبيل كافست دو نايس كلايد. يعني ايه كلام ده؟ كافست دو شتريت انت كافست دو شتريت انت فستين جليل يبقى. السؤال هنا بات ابن فاق انا عندي zwei مليكايات. عنده ان كان نتين. يا او لا ايا. يا اخاوف نايس없 enjo cuales انا اشتريت فستين جليل اوا او انا اشتريت فستين جليل او نعم. وتاني ايه انا اخطenب انا اكس صحبيل عربوこ ومثلت ايوه انا اشتريت افتين جديد واثين واحدة انا اشتريت عربية جديدة يبقى الغيل القادة غيل يعني قادة ذنها متضع ببين ذات لما نبدأ الجملة بالذات بالفعل أنتظر في ذا مزاورة ناين يبقى الغيل اللي عندي القادة اللي عندي اللي هنمشيها الان ما نبدأ الجملة بالفعل او لما نبدأ السؤال بالفعل يبقى الآن تبقى الآجابة بتكون بيا نعم او لا لا لكن ده بالمثلة اللي انا ابتدي الانفع من الغاب ابتدي بالغاب ناخد امثلة تانية عشان نقوم اكثر هل تسكن حضرتك في الاسكندرية؟ لا، ايش لا تسكن حضرتك في الاسكندرية؟ ناين، وانفي المسكان اللي موجودة عندي عشان انفي كلامه ناين، ايش بولي ميش كإنالكس؟ لكن لو هجاوب بيا اللي هو الاجابة بقى المثبتة ايش بولي إنالكس؟ الاجابة بتاعت يا اسهل من ناين لاني هو ما من اسمه قص بنزل الضمير بدأ ما يكون حضرتك هنزله إيش أنا بولي هتنزل مع الضمير مع الإيش وإنالكس بقيد الجوي لكن لو راجي امفي او بنفي كلامي بقول ناين، ايش بولي نيش نيش يعني مش في الاسكندرية، مش مش دي يعني نيش ايش بولي نيش إنالك تمام؟ او ممكن نجاوب إجابة تانية ناين، ايش بولي إنكايغو هي نفس الإجابة يعني انا ممكن امفي لحكتين اول حاجة، انا امفي اصلا إجابته يعني امفي سوري سؤال امفي اصلا سؤاله يعني انا لا مش ساكن باسكندرية او اقول له لا انا ساكن في القاهرة اللي اتنين ما فيه يعني انا كده كده بنفي كلامه تمام كده؟ يبقى انا في الحالتين بنفي كلامه لكده انا عندي سبعين منذ الكائب حاجتين اقدر ان انا استخدمه بنعين، ناين ان انا امفي كلامه واستخدمني زي الباش اولاني او تالتة ناين ايش بولي إنكايغو انا كده هحم المعلومة اللي اتنين بنفي المعلومة اللي عنده في السؤال ده سوف نحن المعلومة يا انا بعمل مؤصلة ما قلنا مش بعمل اي تغيث الجمه يا ايش بولي إنكال اشتري لبعده شان بولي بس دو احمد بس دو احمد بس دو احمد هل تكون انت احمد؟ هل انت احمد؟ عندي اجاوب بنعين لو قلت نعين يبقى لأ انا مش احمد انا مني؟ انا حد اتاني او ممكن اقول انك احمد بس يعني نعين اش بوبين احمد انا بنفي أحمد انا مش احمد خالص ممكن اقول نعين اش بن نشت احمد؟ ممكن اقول لا نعين نشت احمد اش بن علي؟ انا كده بان في ايجابتو وبديني المعلومة الصح بان سؤال بس دو احمد هو هل تكون انت احمد هل في ايجابتو لو انا مش احمد هل في السؤال بتاعه واجب اجابة نفسية بناعي دي اول خطر تجي خطر بنزل الدو الدول ليه انت بنزلها ايش بنزل الساعة ما تصرف مع ايش وهناك اقول المحاضرات الجاية يانا طبعا نفسي السلام بحطني ايش احمد لكن انا مني دار ايش بن علي انا علي وانا قلنا ممكن في الظاستيات غمنا وتكون بوضع صح ناين اش بني احمد وانا كده نفسي انا كندسي قلنا ايش بني احمد اش بني احمد اش بني علي الإجابة الكلية انه ممكن لدينا يصبح نفسي ياجد الكثير اش بني احمد احمد او احس كم هل في ايه الغمنا الفصر 3 او 4 قطت inner beast du ins kilo قطت inner beast du ins kilo هل تذهب الى ال呢؟ الكالаю سليمه هل تذهب الى كالا؟ عندي t نعم اذهب الى كالا؟ او نعم اذهب الى الفكالا؟ أو لا ولا اذهب الى السليمه يع il ins kilo انا بعكت بست مش بgi عمل اي حالة بغير تصريف الساعل مع الضمير اللي هينزل معي وغالباً يكون ايش عشان يكون سائل بتون ده معنى ان انا بسأل بأنت مجاوب بأني لما بسأل بحضرتك في الاشبيل في السلايدي اللي فاكت بجاوب بردو بأنا مجدنا ناخد بلنا من حاجات الصغيرة دي تصريفات الأفعال تتغير في السؤال عن الإجابة ده هناخده ان شاء الله في المحاضرات الجاية بالنسبة لتصريف الأفعال النهاية يبقى الإجابة يا أورا معي أليس آمن؟ أليس آمن؟ إنها مجدنا في المحاضرات الجاية أليس آمن؟ هل أعرف؟ أليس آمن؟ ولقام بأني على فوق إلا حاجات الجاية أتخار الآبار تأخير في المحاضرات الجاية أدو أنت سألني أمد؟ هكاوب مرة بيا ومرة بنعين. عادي شوكي الاجابة شاوبة مرة جاية. خينكس بيو تين. مرة بيا ومرة بنعين. يعني التلسطة بتاع الدرس النهاردة لأننا ببدأ بالفعل. بيا ونعين. زي الزبط في العربي بكلمة نعم او لا. هنا كامس دو او سلن. وهو انت جاي يعمل. بلقى او او. وهو كامل بقية الجملة. تين سؤال. خينكس دو. تين. تبتشوب شي. يا او دا. نان. دا هاوس او دان. بسلايد دو معكس. الكلايد. احنا ذكرنا كلمة كلايد التارش بيو من فات. الكلايد. يان فستين. دي صورة الدرحية ان ايها فستين. او كي? سالم. خدنا المرة اللي فاتت لحق العشرين. سالم يعني اقام. المرة اللي فاتت خدنا اه عشرين او تسع طوفر. نهار دا هنكمل. عشرين يعني سبان سيح. سبان سيح. حاولوا تقولوا وراها عشان تلطق بتاع. السبان سيح والسبان سيح والعشرينات والثلاثينات تقيل شوي. فانتوا حولوا تقولوا وراها. عندنا لو نلاحظ ان في اخر الاثمانسيح اخر العشرين ممكن اقولك سبان سيح. او تسانسيح. بالجيء او بالشين. سبان سيح. 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 سبان س اربعة وعشرين فيا ومد تونتي فيا ومد تونتي خمسة وعشرين فونف ومد تونتي فونف ومد تونتي هكمل الباقي من خمسة وعشرين لثلاثين مش هكمل الشخنا كده كده لغبين الستة بنحطه جنبهم الاتفانتج يعني زي ما عملنا في الاتنين وعشرين اتباع يعني اتنين 30 خمس 30 خمسة versهم 4 4 20 خمسة وخرج 26 22 22 28 29 29 اشتركوافر مد تون lion 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29 20, 30, 30, 30, 30, 30 30, 30, 30, 4, 30, 5, 30, 36, 7, 30, 8, 30, 9, 30 40, 30, 30, 30 30, 30, 30, 30, 34, 33, 35, 36 ترجمة 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 نانسي قنقر 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 اوصر نانسي قنقر اوصر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر اوصر نانسي قنقر اوصر 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 نانسي قنقر اوصر 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 اوصر